النهاردة هنبدأ كلامنا بازاي النقاط ضاعت من النادي الاهلي او بعض النقاط ضاعت من النادي الاهلي في الدوري العام المصري النادي الاهلي في خمس مباريات تحديدا عشان انا اتكلمت في الموضوع الانبارح انا قلت ان احنا هننتقد اداء الحكام ولكن احنا كل الحكام بالنسبة لنا عندنا فيهم ثقة كبيرة جدا جدا من ناحية السمعة والشرف والكلام ده كله ما بنتكلمش فيه ولكن من حقنا ان احنا ننتقد اداء اي اداء يعني حكم صفر صفرة غلط صفر صفرة صح ما بنتكلمش على اي شيء اخر ولكن احنا دايما اللي ما بنتكلم بنتكلم على اداء الحكام مثلا فاحنا السندي خمس مباريات معظمهم الحقيقة اضاع منها او اضعت منها نقاط من النادي الاهلي اولى المباريات البنك الاهلي وانتهت بالتعادل ما بين النادي الاهلي ونادي البنك الاهلي اي من اشرف احرز هدف ولكن لم يتم احتسابه ايضا بيرامدز في الدور الاول وحنوري لحضراتكم الاهداف هدف هدف خلينا نتكلم عن الهدف الاول في مباراة البنك الاهلي وضياع نقطتين من النادي الاهلي زي ما حضراتكم شفتوا اه دي الهدف لماذا لم يتم احتساب الهدف ده انا الحقيقة لغاية دلوقتي احنا مش عارفين لماذا لم يتم احتساب هذا الهدف هو ده اللي انا بتكلم فيه وهو ده دايما اللي انا بقوله وهو ده دايما اللي احنا بنتكلم فيه اه من الممكن جدا ان احنا نعلق على اداء حكم ولكن ما عندناش اي مشكلة في سمعة الحكم او شرف الحكم او ما يخص الحكم من نواحي شخصية ولكن لماذا لم يتم احتساب هذا الهدف على الرغم من ان احنا بنشوف كتير جدا 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 في الدوريات الاوروبية ان مثل هذه الاهداف بيتم احتسابها والامور دي بتبقى واضحة جدا في المباريات الافريقية فعشان كده انا بقول لحضراتكم دايما ان لازم ناخد بالنا من اللي بيحصل في هذا الموضوع لانه اللي بيحصل مع النادي الاهلي خلال الفترة السابقة او خلال المباريات الدوري السابقة احنا بنشوف ان هو موضوع يعني كتير كتير يا جماعة كلها اهداف صحيحة مية في المية انا المفروض واحد جاي زي ما حضراتكم شايفين ايمن اشرف انا واحد جاي من وراء المفروض ان انا اعمل ايه وبنط عشان الحق الكورة المفروض ان انا اعمل ايه يعني ممكن حد يرد علي ويقول لي لو حضراتكم شايفين حاجة تانية قلولي انا جاي الكورة بتنط قدامي وانا طلع بدماغي بحطها هدف هعملها ازاي حد يقول لي فده الهدف الاول في مباراة زي ما قلت لحضراتكم البنك الاهلي وضياع نقطتين الحقيقة كانوا ممكن دلوقتي يخلوا النادي الاهلي مستريح شوية عن ضغط المباريات القادمة اللي هما الاربع مباريات اللي فاتوا تاني المباريات وهي مباريات مباراة بيرامدز في الدور الاول وايضا نقطتين ثمينتين ضاعوا من النادي الاهلي الهدف ده برضو بالنسبة لي هدف غريب جدا حدث مرمى كابتل شريف اكرامي اخطأ وحط الكرة لبواليا بواليا حطها جون ايه اللي حصل كابتن جهاد جريشة هو واحد من افضل الحكام في مصر واحد من اهو هاتها تاني كده معلش ارجع بها شوية ساميد لورا بص انا شريف وقعت من ايده حطها بواليا جون انا اعمل ايه حضرتك وانا المفروض ان انا هنا يا كابتن جهاد او يا لجنة الحكام انا هنا مرة تانية وانا اسف ان انا باكرر هذا الكلام مرة تانية وتالتة وعشرة انا بنتقد اداء حكم ما ليش علاقة بايه حاجة تاني هنا كرة وقعت اهي شريف مستحوز على الكرة وقعت من ايده كمل اللعبة كملها كملها لو سمحت وقعت قدام بواليا حطها جون ضع مننا نقطتين ضع مننا نقطتين ضع من النادي الاهلي نقطتين فبالتالي احنا بنعد بس مع حضراتكم النقاط ادي اربع نقاط ضعت بسبب اداء غير جيد من الحكام او من حكم الفار او من حكم الفي ار هنا ملمسوش اهو زي ما حضراتكم شايفين الصورة ابلغ تعليق على اي حد اهو كرة وقعت من ايد شريف حطها بواليا هدف ما عرفش الحقيقة ادي نقطة ربعة اربع نقاط اربع نقاط كان الفار سبب في ان النادي الاهلي لم يحتسب له هذه النقاط طيب مرة التالت او الهدف او تالت مرة يحصل فيها كده وهي في مباراة مصر المقصة بس في الدول الاول انتهت هذه المباراة بالمناسبة بفوز النادي الاهلي بثلاثية ده الهدف في مباراة مباراة ده في مباراة مباراة زي ما حضراتكم شايفين هنجيب لحضراتكم دلوقتي هدف الدول الاول لكن دي مباراة مباراة الهدف ده الكل رأى ان هذا الهدف هو هدف صحيح مية في المية للنادي الاهلي لماذا لم يتم الحكم الحكم اشار او حكم الفار اشار للكابتن محمود عشور حكم المباراة الرئيسي ان هذه اللعبة هي اوف سايد طب احنا عاملين الفار ليه يا جماعة هو الفار مش معمول عشان مثل هذه النقاط او مثل هذه الالعاب تبقى بقى واضحة امام حضراتكم وانتوا قاعدين في قط الفار المكيفة يعني انا الحقيقة بستغرب جدا لما حد بيخطط في الاخر هي طبعا وجهات نظر وكل شيء والمرة المليون انا كل ما اجي اعمل اعيد الموضوع ده هقوله احنا هنا بننتقد اداء اداء حكم ما عندناش مشكلة مع حد ولكن احنا هنا بننتقد اداء حكم حكم الفار مبارح كلم كابتن محمود وقال له يا كابتن محمود الكرة اوف سايد هل كان من الواجب مثلا على الكابتن محمود ان هو يروح يشوف الكرة معرفش موضوع الحقيقة اصبح الحمد لله ان ربنا كرمنا احنا كنا مغلوبين بهدف مقابل لشيء او المقصة جاب جون الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نجيب جون والتاني والتالت والرابع وقدرنا نكسب هذه المباراة ولكن لماذا لم يتم احتساب هذا الهدف؟ بمنتهى البساطة لماذا لم يتم احتساب هذا الهدف؟ طيب المباراة القادمة برضو نقاط الحمد لله من ربنا كرمنا وقدرنا نكسب في مباراة مصر المقصة في مباراة مصر المقصة في الدور الاول نفس الكلام محمد شريف برضو في الدور الاول احرز هدف اهو مع حضراتكم قال لك اوف سايد انا الحقيقة برضو مع ليش انا مصمم النهاردة ده نجيب لها بنقفل صفحة الدوري وبعد كده هنتكلم في البطولة الافريقية ده كان مباراة المقصة في الدور الاول لنادي الاهلي كل هذه الالعاب زي ما حضراتكم شايفين هي مش محتاجة فار بني وبينكم هي واضحة هي مش محتاجة فار فار ولكن هي واضحة هدف اخر تم الغاءه من صالح النادي الاهلي وكان يستحق ان يكون هدف تخيلوا حضراتكم لو الهدفين دول احرزهم ده بقى على الناحية الفردية والناحية الشخصية بالنسبة لمحمد شريف لو الهدف ده كان تم احتسابه كان الموضوع هيبقى مختلف كانوا هدفين زيادة بالنسبة لمحمد شريف لم يتم احتسابه ويضافوا على رصيده كان زمانه بقى 17 هدف منفردا بقمة الهدفين دي حاجة شخصية لمحمد شريف او حاجة فردية ولكن انا بتكلم هنا عن اداء النادي الاهلي او ماذا يحدث مع النادي الاهلي خلال الفترة السابقة علشان مهم جدا 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 لان احنا اه بنفكر في يوم السابت ان شاء الله والكل ينتظر كيف سيلعب مسيماني في هذه المباراة وربنا يكرمنا ان شاء الله في البطولة في دور الابطال ولكن احنا دايما بنبص على الحاجة ولكن عينينا في المنطقة التانية والحمد لله ربنا كرمنا في الاربع مباريات بعشر نقاط من 12 نقطة ولكن القادم اصعب ما بعد المباراة النهائية اصعب للنادي الاهلي في حاجات كتيرة جدا اخر حاجة معنا واخر هدف برضو ده اللي قدرت بسرعة اجيبهم لحضراتكم في مباراة سيراميكا كلوباترا النادي الاهلي فاز على سيراميكا كلوباترا بهدفين ولكن هذا الهدف اللي حضراتكم هتشوفوه لم يتم احتسابه ده محمد شريف برضو اه ده كهربة ده كهربة هذا الهدف لم يتم احتسابه وخد بل حضراتكم انا ما بجيبش لحضراتكم الاهداف اللي لم يتم احتسابها وعليها فيها شك او فيها عدم اجماع لكن الخمس اهداف دول عليهم اجماع من الجميع انهم اهداف صحيحة مية في المية ولم يتم احتسابها لصالح النادي الاهلي فالخمسة مش محتاجين باربن وبيكو يعني وهنا احنا بنحط علامة استفهام من دلوقتي لان انبارح حصل الكلام ده انبارح او امام حضراتكم يعني برضو الفار مبين لحضراتكم اللي بيحصل ايه فاحنا دلوقتي مش محتاجين او بنوري حضراتكم الخمس اهداف دول اشتركوا في القناة